تشرفنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذة أورنيلا سكر الصحفية اللبنانية والبحثة في الدراسات الاستشراقية أهلا بك أستاذة أورنيلا أهلا بك أستاذ الكريم كيف الحال؟ الحمد لله لعلك أنت وأهلنا جميعا في لبنان بخير وسلام تعرفين أنه يمكن النظر إلى عدم اختيار عدم التوفيق في اختيار رئيس جديد للبنان للمرة الحادية عشرة يمكن النظر إليه من زاوية النصف المليء من الكوب أنه لبنان يستطيع البقاء من غير رأس كل هذا الوقت أو أنه متعدد الرؤوس يا أستاذة أورنيلا ولا هيدا السؤال يعني أنا شخصيا أصبح عندي ملل من أني أجيب عن هذا السؤال ليس أنه مع كل احترام لحضرتك ولكناتكم بس ولكن أنه لبنان بلد صغير شعبه جدا يعني شعب بيحب يعيش يعني ما أعرف كيف أنا تيكولوجية هذا الشعب كيف يمكن توصيفها ولكن أعتقد أنه الشعب اللبناني هو الدولة يعني كان في رأس أو عدة رؤوس أعتقد أنه هذا النموذج الأصح للتعبير عن الحال اللبنانية لأنه يعني أنه ليش نحن معنا رئيس ريون في كتير أسباب ليش معنا رئيس والأصح أنه شعب اللبناني أتأقلم على أولا ما في رئيس أقلم على هالظروف المعيشية الصعبة يعني نحن نحتاج إلى صدمة جدا قوية بحجم ودرجة انتجار مرفق بيروت بأربع آب يا أستاذ أرميلا كفى الله الشر يا سيدتي يعني لبنان واللبنانيون شابعوا من الصدمات كفاية والله ما بعرف أنا شو اللي بدتي جاوبه بس أنا اللي بعرفه أنه الوضع في لبنان باعتقد ما بقى فيه مجال للترقيع يعني اللي عم بينحكى في لبنان أنه نحن نبقي مثل ما نحن وبعدنا عم نطالب عم نطالب نير العدالة من من نطالبها من هذه الحكومة يعني أنا عندما أرى المتظاهرين والمحتجين وما حدث اليوم في المجلس يعني أنا يعني يصيبني الظهول للحظة أنه ماذا يفعلون هؤلاء ألم يعني يعني يرتقوا إلى مستوى القناعة أنه نحن وهذه السلطة لم يعد من مجال التعامل معها يعني ما بعرف ليش فيه سياسة الترقيع وتبرير وإعادة استئناف وتموضع الحالة ما هي يعني مش عم بعرف أنه هل هو المطلوب إعطاء لبنان مزيدا من الأكفجين أم مزيدا من جرعة يعني الوقت يعني لا أدري ما على ماذا يتاهمه ما رأيك أستاذ أورنيلا أن نعود إلى الوراء قليلا ونسأل أنفسنا ما هي الملفات التي ينتظر رئيس لحسمها يعني ما الضرر لو ظل الحال على ما هو عليه الضرر أنه رح يصير فيه انفيلات أمنة للوضع يعني نحن كما تشهد الحال وضع المعيشة مرتفع ارتفاع سعر الصارف ما بعد خمسين ألف يعني ما فوقه يعني خمسين ألف ونطر تاني شيء غلاء مستشرس على كافة المستويات التربوية والمعيشية والطبابيئية وكل يعني كل يوميات الإنسان العادي يعني لم نعود بالأستفاع لأن نستمر بهذا الشكل كما أنه المناخات السياسية في لبنان يعني لا ترتقي إلى مستوى الاستجابة لهذه التحديات القائمة والرئيس الجمهورية أنا أعتقد أنه ينتظر الجواب من الخارج أكثر منه جوابا من الداخل ولو أنه سماحة السعيد نصر الله يقول نحن لا نريد رئيس تحدي طب هو لا يريد رئيس تحدي وبنفس الوقت الشعب اللبناني لا يريد واقع تحدي كمانا أنه نحن نترك الوضع إلى هذا يعني هذا الوضع المواصيل ويجع يحكونا أنه فيه تحدي ما هو الواقع فارد نفسه يعني لابد أن يكون رئيس تحدي يعني نحن نعيد نعيد من تركيب بنفسه والرئيس نفسه ربما تكون الفكرة أستاذ أورنيلا أنه لا نريد رئيسا صداميا بين قوسين نريد رئيسا توافقيا ما هي التركيب التوافقية هي من جالبت هذه المآسي يعني أنا أعتقد أنه يجب البحث في خيارات أخرى يعني ما يبحث اليوم لا يرتقي إلى مستوى الحلول ما يبحث اليوم من لا مركزية موسعة ومضغرة وإدارة ومالي ومن يحزنون هذه كل التركيعات ليست التقديمات التي حدثت على أيام ضمن القائم المقامية ما كمان تحدثت عن اللا مركزية ما هي كان ملاغ مركزية تقسيم ما نجحت ليش اليوم يعوّلون على هالنماذج هيدا أنا أعتقد هو المشكلة في النظام السياسي وفي العلاقات أو السياس الخارجية اللبنانية ماذا وجد لهذا الحل يتغير الواقع أنا أعتقد أنه المنطقة يعني لا أريد أن أجزم ولكن المنطقة تذهب باتجاه التصعيد باتجاه التوتر في حرب ناع لا أريد أنه أن أقول أنه حرب حرب ولكن حرب باردة في الوضع كله متأهب على امتداد المنطقة من الشرق الأوسط لأوروبا فأنا أعتقد الوضع جدا مأساوي وخاصة تصريحات نتنياه والذي لا يبشر بأي توافق أو أي حلول بل يضغط أجندته بالقوة وعلى الرغم من الوفود الأمريكية إلى إسرائيل تلقبيب لا نسمع أي رسائل إيجابية تطمئن على المنطقات وتطمئن أن الأمور رايحة باتجاه إيجابية يعني أنا أعتقد أنه ينبغي الشعب اللبناني ينظر لنفسه ويعتمد على نفسه ويفكر كل هذه الصغرات اللي عم تحدث هذا التوتر وهذا التفلتان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمفرفية وغمنا أنه لا يتم التعويل أساسا على التحقيقات الخارجية نحن سمعنا في تحقيق جنائي بلدو يجيح هذا يعني تحقيق العدالة ويفتش بمواضيع التساد المفرفي وهذا أنا لا أعتقد أن هذه الأمور يعني قد يعني حواتيمة جيدة وخاصة أنه نحن نشاهدنا هكذا وثوالب بدول أخرى وماذا حقفت يعني عملية كمنا في سؤال ملحق أيضا أنه الدول الأوروبية هي تعلم علم اليقين واقع الحال في لبنان وحتى ببلادها تعرف واقع الحال يعني الشارد والوارد يعني أنا مش رح يعرفوا يستطعف عليهم يعرفوا واقع الفساد هون والمذاريب الفساد الموجودة في لبنان كيف يصدوا المصادر التمويل تبعه ويبيشوا يجففوها أنا يعني بعتقد أنه هذه المحاولات كلها يعني لاستغلال السياسيين وحبع أمام وأمر واقع وإعادة التموضع ضمن السياسات الداخلية والله يا أستاذ أورنيل دعيني يعني أعبر عن امتناني لك حضرتك بدأت الحديث بالقول أنه تكررين الكلام للمرة الثانية عشر وهذا يصيبك بالملل لكن الحمد لله استطعنا أن نحصل منك على إجابات مدهشة وشافية ما نتمناه أنه في المرة المقبلة نبارك لك أستاذ أورنيل بانتخاب رئيس للبنان لعل المرة المقبلة تكون الحاسمة إن شاء الله شكرا جزيلا لأورنيلا سكر الصحفية اللبنانية والباحثة في الدراسات الاستشراقية اشتركوا في القناة